لأن سعود بن عبد العزيز آل سعود أمير ينتمي للعائلة الحاكمة في السعودية فإن محاكمته في لندن بتهمة قتل صديقه كما يقول هو وخادمه كما يقول الإدعاء قد تحظى باهتمام الكثيرين في العالم العربي بلغت المحاكمة آخر فصولها بعد إسبوعين من مرافعة الإدعاء كانت الجلسة الجديدة بداية مرافعة الدفاع ونهاية المحاكمة في آن فقد قرر محام الدفاع الذي يظهر هنا مع عائلة الأمير المتهم قصر مرافعته على ساعتين فقط اكتفى خلالهما بتفنيد رواية الإدعاء ليقرر القاضي بعدها رفع الجلسة ليلخص لاحقا القضية برمتها لهيئة المحلفين في انتظار قرارها النهائي نقطة انطلاق الدفاع كانت من هذه الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة الأمنية في مصعد فندو كلانمارك الفاخر بوسط لندن مسرح الجريمة والتي تظهر الأمير وهو يعتدي على بندر عبد العزيز في الثاني والعشرين من يناير كانون الثاني الماضي أي قبل أقل من شهر على حادثة القتل قال الدفاع ان الدرب الذي تعرض له بندر لا يمكن في رأيه أن يفضي إلى الموت كما استند إلى تقرير الطب الشرعي الذي خلص إلى أن أثار الدربات والإصابات المثبتة على جثة المجنية عليه غير قاتلة هدف المحامي هو إثبات أن المتهمة قد قتل بندر عن طريق الخطأ في هذه الغرفة بفندق لانمارك ولم يكن قتلا متعمدا كما صوره الإدعاء واستنادا إلى تقرير الطب الشرعي أيضا قال محامي الدفاع إن بقعة السائل المنوية التي عثر عليها على الملابس الداخلية للقتيل لا تخص الأمير كما أن المجنية عليه لم يتعرض لاعتداء أو ممارسة جنسية قبل حادثة القتل كما رفض الدفاع الأخذ بانتباعات شهود الإثبات كدليل على أن الأمير كان مثليا بل أكد أنه تلقى مكالمات هاتفية من خطيبته السعودية قبل وقوع الجريمة وهو ما أثبتته تحقيقية الشرطة لكن ما أهمية الجنس في هذه القضية؟ ولما كل هذا التركيز على الميول الجنسية للمتهم؟ الأهمية تكمن في محاولة الإدعاء إثبات أن الأمير كان مثليا وكانت له سلوكيات عنيفة أثناء ممارسته الجنس وأن هذه السلوكيات العنيفة هي التي أدت إلى مصرع باندر لم يتبقى سوى القليل من محاكمة الأمير السعودي مصيره رهن بـ 12 صوتا هي عدد أصوات هيئة المحلفين هناك ما يوحي في كلام الدفاع بأن الأمير قتل باندر من دون عمد ولكن هناك ما يوحي في كلام الإدعاء بأن تعمد القتل كان هدفا للأمير على أي حال يبقى قرار هذه المحكمة قيد الترقب والانتظار من أمام محكمة جنيات لندن المركزية أحمد ماهر بي بي سي اشتركوا في القناة